إشه哪 mierda اللعب عجبك الن leve في الأهلي إمام عشور طبعا إمام عشور هتكلمني عليه وإجمك يتكلم عليه ولكن إمام عشور هو حلال العقد دلوقتي عند النادي الأهلي يمكن بنعيب علي إمام عشور شوية إن النواحي الدفاعية عنده مش بنفس الأداء بتاع النواحي الهجومية وده ممكن يعمل مشكلة للنادي الأهلي شوية فبعض المرتدات ولكن إمام عشور لو نستعرض مع بعض الخريطة الحرارية بتاعته لاب النهاردة في النواحي الهجومية إمام عشور هو اللعيب الوحيد اللي في نص ملعب النادي الآلي عنده إبداعية عنده كرياتيفتي كبيرة جدا سيشوف بزي ما أنت شايف يا كريم أنا مش فارق معايا الحتة اللي هي الحمرة اللي في نص الملعب قدمة فارق معايا دخوله دايما جوة 18 وهي دي النقطة اللي بنكلم عليها دايما إنه هو ميسته الهجومية كبيرة جدا للنادي الآلي النهاردة كان الناس بتقارن ما بينه ما بين حمد فتحي في الكورة العالية الراجل بيخش وبيزيد وضيع كذا كرة وجاب واحدة في العرضة في الديئة ثلاثة فإمام عشور أدواره مهمة جدا لو نشوف التزديدات بتاعته الصورة اللي بعدها نشوف التزديدات بتاعت إمام عشور النهاردة في المباراة هتلاقي إن الراجل مسدد ست تزديدات هو اللعب الوحيد في نص ملعب النادي الآلي اللي سدد على المرمى لا دي التزديدات الكاملة ما فيش مشكلة هو عموما نتسدد النهاردة ست تزديدات فإمام عشور هو نجم المباراة الأول النهاردة للنادي الآلي وهو اللي مش هيقدر يستغنى عنه مرسل كرة لنقطة جاية نقطة واحدة بس إمام عشور لو البدني بتاعه يا كريم وصل للـ 80-90% انت هتاخد من إمام عشور حلول كتيرة جدا وممكن يسجل أهداف أكتر من الخط الأمامي بتاع النادي الآلي سواء أجنحة أو سواء مهند ده أفضل اللعب طبعا